اشتركوا في القناة وشعار هذه السنة كان الارصاد مهمة في حياتنا نظرا للدور الكبير لمجال الرصد الجوي بالنسبة لمختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية الاجتماعية وإلا الثقافية خصوصا في ظل تهديدات التغييرات المناخية لتنتظرنا مستقبلا خلال 24 ساعة الفرطة اشهدنا نزول بعض الامطار الرعدية في عدد من المعتمدات الغربية لبلادنا بالنسبة لولاية جندوبة كمية الامطار كانت في مستوى 5 مليمترات من بين 4 إلى 9 مليمترات في ولاية الكيف وتم تزيل مليمتران بتالة من ولاية الجاسرين إضافة إلى نشاط الرياحة بالمرتفعات وبالمناطق الساحلية وسرعة الرياحة تقريبا جوزت مستوى 50 كم في الساعة في العديد من المناطق وعلىها كان 76 في جندوبة اليوم توصلت درجات حرارة في مستوى تتفوق الأرقام والمعدات العادية لشهر سبتمبر الأرقام ظهرا كانت في أغلبها من بين 37 إلى 42 درجة مع هبوب ليحشيلي باستثناء المناطق الساحلية وانتروحت من بين 31 إلى 37 درجة وميزات تقسي اليوم شفوهم كالعادة من خلال تسلسل لسوء القمر الاصطناعي وكما تلحظونا معانين بظهور بعض السحب على كاملة البلاد ولتكثف التدريجين بعد ظهر في المناطق الغربية لشمال والوسط رفقة أمطار متفارقة ومحلية مع تساقطة البلد بأمريكا المحدودة واتفرعة تشمل بعض المعتمدات الشرقية لشمال وصح ومرتقب خلال الليلة القادمة قد نشهد تقسى في لقليل السحب درجة حرارة ليلا من المنتظر أن تتراوح من بين 25 إلى 30 درجة وتصل إلى 32 بالجنوب الغربي في أزاء من ولاية توزر خلال يوم الغد إن شاء الله المؤشر الإيجابي وانخفاض مرتقب في درجة حرارة خلافاً للمستويات المرتفعة لميزة ظهر هذا اليوم مع تناقل التائرة الوائية للقطاع الشمالي ومع تعمقها أكثر خلال الليلة القادمة فالنجم ينقل وكونوا تقريباً درجة حرارة بيش تكون في مستويات نسبياً مقبولة خلال نهاية هذا الأسبوع كالعادة قدموكم قراءة سريعة لدرجة حرارة قصوة المتوقعة بمختلف ويات بلدنا خلال يوم الغد ولي قد نشهد فيه نزول أمطار عادية في عدد من ولاية الشمال والوسطة بالنسبة لتونس الكبرى قد نسجلوا 32 ظهران نتوقع تزييل 33 بنابل 29 بقليبيا 31 ببنزرت و34 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة قد تتراجع إلى مستوى 36 في جندوبة 35 بباجا 37 بسليانة 32 درجة بالكاف بماطق الوسطة نتوقع تزييل 36 بتالة أعلى بالقيروان 37 بجيتة ساحل بسوسة بالمنستير وبالمهدية درجة حرارة ظهران قد تكون في حدود 32 درجة مئوية 33 بسفاقس بوزر قرقنا 38 بسليبوزيد 37 بالقسرين وبمناطق الجنوب الغربي نتوقع تزييل 40 بقافسة 43 بتوزر بيكبلي 42 نتوقع تزييل 33 بقابس وبمقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة تجربة نتوقع تزييل 34 درجة 39 بمدين 40 بتطوين و41 برمدى بالنسبة الملاحة والسيد البحري بسوحلنا شمالية منطقة السيرات وخليج تونس ريح في أغلبها شمالية غربية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تزييل 30 في شكل هبات والبحر يكون متموج بشمال بخليج حمات وبجيتة ساحل وصولا لمنطقة الشابة ريح تكون جنوبية شرقية ثم تتجري قطاع شمالي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تصل إلى مستوى 25 في شكل هبات والبحر يكون أيضا متموج بخليج جابس ريح في أغلبها شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة والبحر يكون مضطرب بسوحل اسفاقس جابس ومدين كالعادة قدموكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية سماء سوافية بنواكشوت بعد أسحب در البيضاء 25-26 درجة بالجزائر بترابلوس أجواء موشمسة 35 نتوقع تزيل 38 بالخرطوم تقسيكون صافي بالقهرة درجة حرقوس وقالت تكون في حدود 32 درجة مئوية نتوقع تزيل 44 بالمدينة المنورة مكة المكرمة 42 أجواء مغيمة بالدوحة 41 سماء سافية بأبوذبي بمسق 39 ظهرا نتوقع تزيل 42 بالكويت 39 ببغداد وتقسيكون موشمس بشرق الأوسط دمشق 36 29 ببيروت 32 درجة بالقدس الشريف أجواء عامة قلة تصحب بإسطنبول محرارة ظهرا في حدود 31 درجة مئوية وبأوروبا برومة مؤشر نزول الأمطار رعدية 28 درجة تقسيكون ممتر بفيانا 19 تراجع درجة حرارة مصر 17 ببيرلين أمطار منتظرة بامستردام بريكسل بريز جونيف 21 27 بمرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية 28 بمدريد و 26 بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القدمة قد نشهد نزول الأمطار موقع ترادية بالشمال ومحليا بالوسط خلال يوم السبت ظهور مجموعة من السحب العابرة في ولاية الجنوب رياح في أغلبها من قطاع الشمالي بالشمال شرقية بالوسط وبالجنوب قوية نسبة إلى قوية قرب سواحل ومعتاد لا داخل بلاد بحي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وتراجع ملحوظ في درجة حرارة أرقام ظهرا قد تكون من بين 28 إلى 32 درجة بالشمال بالوسط ومن بين 32 إلى 37 بالجنوب قد تصل إلى 42 بالبرمة وببرج الخذرة خلال يوم الأحد عودة صح والأجوء على كامل البلاد ظهور مجموعة من السحب العابرة ترجع سرعة الرياح إلى مدونة 40 كم في الساعة بحي يكون متموج إلى مضطرب ودرجة الحرارة قد تعرف استقرار نسبه بالشمال والوسط وانخفاض تفيف في عدد من ولاية الجنوب موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق شمس إن شاء الله يكون في الساعة السادسة ودقيقتان غروبه في الساعة السادسة و 26 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني إلى رستجاوي موقع الويب ترادو بلي بي بوميتي و بونتين رقم الموازع الصوتي والتنجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جاورها اليوم الغد صلاة صبح بداية من الرابعة و 34 دقيقة دور من تصفنا روحة و 21 دقيقة ساعة العصر في الساعة الرابعة إلى ربع ساعة المغرب في الساعة السادسة و 28 دقيقة و ساعة العيشاء بإذن الله في الساعة الثامنة إلى سبع دقائق هكذا يمكن وصلنا الخاتمة نشرتنا ختاما شكرا على حسن متابعة والاهتمام إلى اللقاء